موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته عزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأسبوع رعى رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قلة يوم الاثنين الماضي الموافق الثاني والعشرين من يناير الجاري حفلة تدشين وتشغيل رافعات جسرية عملاقة لمحطة الحاوية بدورالي التفاصيل في التقرير التالي موسيقى 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 رعا فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قيل يوم الاثنين الماضي الموافق الثاني والعشرين من يناير الجاري حفلة تشين وتشغيل رافعات جسرية عملاقة اقتنتها مؤقرا شركة إدارة مرفع الحاويات بدورالة وهي مؤسسة عمومية وطنية مكلفة بإدارة ميناء دورالة متعدد الاستقدامات المجهزة بمحطة للحاويات وأخرى للنفط بالإضافة إلى منطقة حرى الرافعات الجديدة والتي يبلغ عددها أربع تتوافق مع أحدث المعدات المصممة خصيصا لتلبية الخدمات التي تتطلبها أكبر صفن بما في ذلك الصفن البالغ سعتها نحو ثلاثة وعشرين ألف حاوية ما يعادل عشرين قدما بارتفاع مائة وخمسة وثلاثين مترا وبفضل قدرتها الهائلة التي تصل إلى مائة حركة في الساعة وهو أعلى معدل حالي من حيث تنفيذ المهام فإن الرافعات الجسرية الجديدة تزيد من مهمة بلدنا للعب دور قيادي في المواني على مستوى المنطقة وبحسب كبار مسؤولي شركة إدارة مرفع الحاويات بدور على استحواذ هذه المعدات من الجيل الأخير يأتي في إطار التحديث المستمر الذي تشهده المواني في بلادنا بدعم من رئيس الجمهورية أسيد إسماعيل عمرقيل هذه الخطوة تشكل دليلا على الاستثمارات المكلفة والباهظة والتي تقوم بها جمهورية جيبوتي في سبيل تعزيز مركزها كرائدة للمواني في المنطقة ومواجهة تعديات المنافسة على السعيد الدولي وتجدل الإشارة إلى أن مراسم التدشين والتشغيل الرسمي للرافعات الجديدة شهد حضور السيدة الأولى رئيسة الاتحاد الوطني للنساء جيبوتي أسيد خضر محمود حيد ورئيس الوزراء أسيد عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير المنطقة التحتية والنقل أسيد حسن حمد إبراهيم إضافة إلى رئيس سلدة المواني والمناطق الحرة أسيد أبوك عمر حدي ومدير عام شركة إدالة محطة الحاويات بالدور على أسيد عبد الله عطاوسي قد ترأس رئيس الجمهورية رئيس الحالي لإيقاد أسيد اسماعيل عمر قلي في أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيقاد شارك رئيس الجمهورية الرئيس الحالي للإيقاد أسسماعيل عمر قلي في أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول الحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيقاد وتميز هذه القمة بمناقشة حاسمة حول قضيتين رئيسية الخلافات المستمرة بين الصومال والإثيوبية والأزمة في السودان كما حضر اللقاء قادة دول العذاف في هذه الهيئة الإقليمية إلى جانب فخامة الرئيس الجمهورية أسسماعيل عمر قلي والرئيس الأغاندي يويري والرئيس الكيني وليام روتو والرئيس الصومالي حاسن الشيخ محمود ورئيس جنوب السودان سيلفاكير وناقش زعم دول العذاف إيقاد خلال هذه القمة التوترات بين الصومال والإثيوبية عقبها توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبية وأرض الصومال وأكدت دول الإيقاد مجددا مبادئ احترام سادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورة الصومالية الفدرالية موضحة أن أي اتفاق أو التزام يجب أن يحترم هذه المبادئ وأن يحصل على موافقة الحكومة الفدرالية الصومالية وفيما يتعلق بالوضع السوداني أعربا قادة دول العذاف الإيقاد عن قلقهم العميق إذا القتال الدائر والوضع الإنساني المؤصف في سودان مؤكدين على ضرورة إيجاد الحل بهدف تسيل عملية السلام الشامل بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف السودانية إن عقدت القمة التاسعة عشر لقادة رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية إيقاد في كامبالا أوغاندا لمناقشة جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك إن عقدت القمة التاسعة عشر لدول عدم الانحياز مع رؤساء الدول والحكومات لأتي الحكومية للتسانمية الدولية إيقاد في كامبالا أوغاندا لمناقشة القضايا مدرجة في جد الأعمال القمة وأشارك في هذه القمة عدة رؤساء دول الحكومات من أكثر من مائة وعشرين دولة أبرزهم رئيس الجمهورية الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية الدولية إيقاد فخامة السيد اسماء العمرقلي وتمت خلال القمة مناقشات عدة بما في ذلك إنعدام الأمن الغدائي وتغير المناخ وتعزيز العلاقات المتعددة الأطراف والتحديات الاقتصادية وتوفر هذه القمة منصة مناسبة لمناقشة تحديات الكبرى التي تتجاوز الحدود يظهر التعاون بين الدول عدم الانحياز ولهائة الحكومية للتنمية الدولية رغبة الدول في العمل معا لمواجهة تحديات العالمية وتعزيز السلام والازدهار بهدف المساهمة في تعزيز العلاقات بين الدول عدم الانحياز والبلدان الإقليمية لتعزيزها التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والحل السلمي لسراعات في المنطقة وتضم دول عدم الانحياز 120 دولة منها 63 من إفريقيا وتسعة وثلاثون من آسيا وستة وعشرين من أمريكا اللاتينية والدولتان أوروبيتان بالإضافة إلى أكثر من 120 ممثلا نظمت وزارة الميزانية يوم الأحد الماضي منصبة مكرسة لتوعية المحاسبين العموميين تحت شعار إسلاحات لتعزيز النزاهة المالية نظمت وزارة الميزانية مناسبة مكرسة لتوعية المحاسبين العموميين تحت شعار إسلاحات لتعزيز النزاهة المالية ضم هذا الحدث الذي قيم في فندق كامبيسكي فلاس هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى المؤسسات وشركات العامة ومناء الخزانة القليمين ومحترف المحاسبة العامة بهدف مناقشة تحويلات الأساسية في الإدارات المالية العامة وتأتي المبادرة في إطار الإسلاحات المهمة التي قامت فيها الحكومة وتماشيا مع القواعد الجديدة التي نص علي القانون المالي للسنة لعام 2018 بحلول عام 2024 كان الهدف المعلن لهذا اليوم هو التقديم إرشادات ملموسة للمحاسبين العموميين وأمناء خزانة الإقليميين من أجل تحسين إدارة نفقات الدولة وتحسين تحصيل الإدارات الضريبية وفي الختام شكر وزير الميزانية المشاركين على تفانيهم وخدمتهم وحثهم على التزام الصارم بالإسلاحات وقدم خارجة طريق الوزارة للمستقبل واصفا رؤيتها يفهم فيها كل مواطن أهمية الضرائب وحيث يتم استثمار كل الفرنك بحكمة ومسؤولية لقد كان هذا اليوم التوعوي للمحاسبين العموميين بمثابة علامة بارزة نحو إدارة المالية العامة أكثر شفافية وكفاءة وذلك تماشي مع طمح وزارة الموازنة لمستقبل مالي قوي ومزهر إلى الساحة الأفريقية في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس صدر إعلان مهم بمناسبة إطلاق صندوق تومبكتو وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والزعماء الأفارقة في قلب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس صدر إعلان مهم بمناسبة إطلاق صندوق تومبكتو وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والزعماء الأفارقة وتهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تعزيز قطاع الشركات الناشئة في إفريقيا مع هدف طموحة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في القارة الهدف الرئيسي هو جمع واستثمار مبلغ مذهل قدره مليار دولار في رأس المال التحفيزي والتجاري وتهدف هذه المبادرة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة مئة مليون شخص مع خلق ما لا يقل عن عشرة ملايين فرصة عمل رؤية طموحة يمكن إذا تحققت أن تحفز تغييرا كبيرا في النسيج الاقتصادي الإفريقي تميزت الجلسة الاستثنائية في دافوس بالإعلان الرائع الذي أصدره الرئيس الرواندي بول كاقامي الذي ساهم على الفور بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لإطلاق صندوق الإبتكار الفريقي وسيكون مقر هذا الصندوق المبتكر في كيغالي مما يعزز مكانة رواندا كمركز ناشئ للإبتكار في القارة وفي الوقت الحالي تمثل الشركات الإفريقية ناشئة 0.2% فقط من القيمة العالمية وهو تناقض صارخ مع 2% من قيمة التجارة العالمية وتؤكد هذه الأرقام مدى إلحاح مبادرة تيمباكتو لتعزيز إمكانات القارة غير المستغلة في مجال الإبتكار ورياضة الأعمال سيطر موضوع واحد على المناقشات في منتدى دافوس الاقتصادي وهو الذكاء الاصطناعي نتابع التقرير التالي في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في هذا العام سيطر موضوع واحد على المناقشات والعقول وهو الذكاء الاصطناعي وصلتت المناقشات الحيوية الضوى على السعود الصريع لهذه التكنولوجيا والذي تميز بالحضور الملحوظ لسام التمان رئيس التنفيذي للشركة أوبيني والمسؤولين التنفيذيين في شركة ميكروسوفت وهم المساهمون الرئيسيون في تطوير هذه الثورة التكنولوجيا ويبدو أن اللاعبين الحاليين يدركون بالإجماع الأثار المدمرة المحتملة للذكاء الاصطناعي ولكن لا يبدو أن هذا الوعي يعيق الوطيرة المحمومة لتقدمه وفقا لإيان بريمر من مجموعة أوراسيا لكن الموضوع الرئيسي للقمة هو إعادة بناء الثقة حيث ألقت الصراعات المستمرة في أوكرانيا وشرق الأوسط فضل عن المخاوف المتزايدة بشأن التأثير الذكاء الصناعي على الوظائف بذلالها على المناقشات وصلط رئيس مجموعة بوستون الاستشارية ضوى على حجم التحدي المتمثل في إعادة بناء الثقة على نطاق عالمي ومع ذلك فهو يعتقد أن آلاف المحادثات في دافوس تشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه وتخلق الآساس لإعادة بناء الثقة وعلى الرقم من التوقعات الاقتصادية العالمية التي تبدو متفائلة والتي اتصمت باستقرار أسعار الفائدة والتضخم فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة ولا تزال الانتخابات الوشيكة والتوترات السياسية تلوح في الأفق مما يلقي بذلاله على الأفق العالمية ويذكرنا بأن المستقبل لا يزال يتعين كتابه دوليا أعلنت بلجيكا رسميا دعمها الكامل للشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بزعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أعلنت بلجيكا رسميا دعمها الكامل للشكوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بزعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة وقالت وزيرة التعاون التلموي كارولين جينيسي أنه إذا طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل إنهاء حملتها العسكرية في غزة فإن بلجيكا ستدعمها بالكامل تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل لهذه الشوكة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وإذا طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل وقف حملتها العسكرية في غزة فإن بلادها ستدعمها بالكامل كما أعربت كارولين عن تصميم بيرجيكا على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت ممكن وعلى كافة المستويات وشددت على أن بيرجيكا ستواصل الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار والوصول إلى المساعدات الإنسانية دون عوائق وإطلاق صلاح الأسرة واحترام القانون الدولي وإيجاد حل لمشكلة الدولة بهذا الحدث مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله